اهلا بكم مشاهدنا من جديد استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءات ثنائية مع ممثلين عن كبرى الشركات الإيطالية في مختلف القطاعات التجارية وقد اجتمت القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين المنامة ورومة تقنية المعلومات والاتصالات والمصارف والتمويل اضافة الى الانشاءات والبنية التحتية واعتمال التصدير وقطاع التأمين الى جانب الهندسة وصيانة المنشآت الصناعية والاغذية الزراعية وتهدف اللقاءات التجارية الثنائية الى فتح المزيد من مجالات التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الشأن ابرزها القطاع الانشائي والبنى التحتية والزراعة والابداعي تمكنها من خلق فرص استثمارية على مستويات عالية اضافة الى موقع الاستراتيجي في المنطقة لتكون بوابة انطلاق للشركات الايطالية في منطقة الشرق الاوسط احنا سعيدين بسضافة الوفد الايطالي واعتقد ان هذه باكورة لقاءاتنا مع الوفود التجارية التي تحضر البحرين فيه طبعا عندنا سلسلة راح تكون من الان الى نهاية العام الوفد الايطالي مثل ما انتو عارفين احنا عندنا علاقة طويلة وتاريخية يمكن حجم التبال التجاري بيننا وبينهم توقع في حلول الاربعة مئة وستين مليون واحنا نطمح للاكثر الهدف من اللقاءات هذه طبعا هو تعزيز التبادل او المعرفة بين التجار البحريني ونظراءهم الايطاليين نحن نرى فرصا واعدة للاستثمار في القطاع الانشائي والبنى التحتية والقطاع الزراعي نود ان نوسع من التعاون مع غرفة الصناعة والتجارة في البحرين لما نرى في هذا الكيان من منصة تجارية تعكس ملامح القطاع التجاري والصناعي في البحرين اننا ننظر الى مملكة البحرين على انها بوابة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والى مناطق اسيا واستراليا ولدى البحرين امكانيات كبيرة تمكنها من خلق فرص استثمارية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لقد قمنا بزيارة عدد من الوزارات المعنية بالقطاع الانشائي والبنى التحتية والقطاع الزراعي وقد تمت مناقشة مجالات التعاون في هذه القطاعات بناء على احتياجات السوق والفرص المتاحة نحن علاقات التجارية موجودة مع ايطاليا في مجال الفواكه وبعض الخضار الاستهلاكية اللي يستعملون حق المجال الفنادق والسوبرماركتات فهي اللقاء هذا نحن نشوف الوافد لازاير البحرين نشوف شلون طريق اللي قاعد نطور العلاقات التجارية الزراعية معاهم بيكون في اطور واحسن واحسن ان شاء الله وقعت برصة البحرين مذكرة تفاهم مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين تهدف الى تعزيز افق تعون المشترك بين الطرفين بشكل عام ودعم برنامج متمهن بشكل خاص هذا وقد وقع مذكرة التفاهم كلا من الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ومحمود نوار رئيس جمعية المحللين الماليين وبموجب المذكرة ستقوم البورصة بمنح خرجي طلبة برنامج متمهن فرصة التدريب في بورصة البحرين ومن جانبها ستقوم جمعية المحللين الماليين المعتمدين باختيار عدد من طلبة الجامعات الفائزين في برنامج تريد كويست ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في البرنامج للانضمام إلى برنامج متمهن ويعد متمهن برنامجا تدريبيا يهدف إلى تطوير وتنشئة خرجي الجامعات والكفاءة الشابة بغرض المساهمة في بناء جيل من المهنيين المستقبليين ذوي الخبرة والكفاءة والالتزام في مجال الاستثمار والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل من نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة عشرة بالمئة مغفلا عن مستوى 1397 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون ومئة واثنين وتسعين ألف دينار تم تنفيذها من خلال ستة وسبعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبته 71.64% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8520 نقطة بانخفاض نسبته 0.07% بعد أن حققت الشهر الماضي أعلى ارتفاع شهري في أكثر من عامين ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في برصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبته 4 نقطة مئوية وأغلق عن مستوى 5426 نقطة وذلك بدعم من تقدم 14 قطاعا وعلى رأسهم قطاع الطاقة وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم نسبته 1.03% وذلك بسبب ارتفاع مؤشر قطاعي البنوك والتأمين فيما أقفل سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.44% وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع العقارات وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا مع دعم من غالبية مؤشرات البورصة العمانية قال الدكتور عابد سعدون الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبوع الماضي إنه تم رصد نحو 27 مليون ريال لهذا العام لصرفها على مبادرة ومشاريع البرنامج وأكد أن مشاريع البرنامج بدأت مرحلة التنفيذ وبالتحديد قبل خمسة أشهر إذ تم تمويل عدد من المشاريع بنحو 11 مليون ريال نهاية 2018 وفقا لصحيفة الاقتصادية وأوضح السعدون أن هدف السعودية في هذا البرنامج هو تمكن القطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرات من خلال توفير الحزم المالية الضرورية والحوافز وتذليل الحقوبات أمام رواد القطاع أعلنت شركة المراعي عن توقيع اتفاقية شراء مع شركة الأمار الغذائية شركة مساهمة مقفلة الاستحواذ على حصة 100% في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية بقيمة حقوق ملكية بلغت 108 مليون ريال وقالت المراعي في بيان أن الاستحواذ سيعزز من قدرة الشركة على التوسع في قناة الخدمات الغذائية والتموين وقالت أنه تم تمويل هذا الاستحواذ عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية للشركة وسوف ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ على نتائج الربع القادم وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين مشاهدين وفيها بعد قليل سهم شركة توني يتراجع بنحو 8% بعد أن خفضت شركة تقديراتها لإيرادات عام 2019 أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل في جميع الموانئ المصرية بحلول العام 2020 وأكد وزير مالية مصر محمد معيط خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة أن تطبيق هذه المنظومة سوف يسهم في تخفيض تكاليف في تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير وأوضح أن تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا تبلغ نحو 20 ألف جنيه بسبب طول فترة بقائها منذ ورودها إلى الميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين استرجاع ووصول الإفراج الجمركي عنها شهدت مبيعات سيارات الركاب والمركبات الخفيفة في تركيا انخفاضا بنحو 59% خلال الشار الأول من العام الجديد على أساس سناوي ما يحكس التباطئ الاقتصادي الذي تعيشه أنقرة في الوقت الحالي وكشفت بيانات صادرة عن جمعية موزع السيارات في تركيا أن مبيعات السيارات تراجعت إلى 14.373 وحدة خلال يناير الماضي مقابل 35.067 وحدة المباعة في يناير 2018 ويأتي الهبوط في مبيعات السيارات داخل السوق التركي خلال يناير بعد تراجع بنسبة 43% في ديسمبر السابق له تبحث ألمانيا عن خيارات جديدة للاحتياط في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حيث تتوجه المستشار الألمانية أنجلا ميركل إلى اليابان برفقة وفد من كبار التنفيذيين يمثلون شركات مثل سامنز وبيير لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ومن المتوقع أن يعلن الطرفان عن اتفاق أساسي حول أمن المعلومات من شأنه أن يسمح لمزيد من التعاون وكانت المستشار الألمانية قد دعت قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى تشكيل عملية فصل بريطانيا عن أوروبا بطريقة مسؤولة تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما يخلق أكبر منطقة تجارة مفتوحة في العالم ويغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي وتأتي هذه الاتفاقية الضخمة بمثابة توبيخ للتهديدات الحمائية خاصة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسوف تغطي نحو 635 مليون شخص وبمجب الاتفاقية ستزيل اليابان الرسوم الجمهورية على 94% من جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك 82% من المنتجات الزراعية والسماكية والآن مشاهدنا ترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسي موسيقى موسيقى وفي آخر أخبارنا الاقتصادية تراجع سهم شركة سوني في ختام التعملات بنحو 8% بعد أن خفضت الشركات تقديراتها لإرادات العام المالي الذي ينتهي في 31 من مارس المقبل وكانت شركة سوني أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تتوقع تسجيل إراداتهم بقيمة 8.5 تريليون ين في العام المالي الذي ينتهي الشهر المقبل مقابل تقديرات أكتوبر الماضي عند 8.7 تريليون ين كما خفضت الشركة تقديراتها لأرباح ما قبل الضرائب عند مستوى 950 مليار ين في العام المالي الذي ينتهي في 31 من مارس المقبل مقابل التقديرات السابقة عند 975 مليار ين ترجمة نانسي قنقر